اشتركوا في القناة 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 هذا الاستمارة الخاصة بكوفيد 19 يعني كل شيء هذه الظروف تكون روتار كما قلت لكم هنا في المطار العروية كيف فعلنات المواقع الإلكترونية أنه كان تأخذ لمدة ساعتين يعني ساعتين الإنسان جاء إلى هذا السوايع في المتيارة ويوصل إلى المطار يتأخر لمدة ساعتين يعني خمسات السوايع خمسات السوايع لهم من هذا المنكر يعني كاملا على هذا الشروط القاسية هنا الجاري تسأل أنه ما نجد دوا ديك داك الاستمارة الصحية ونحن أصلا نجيبه بالتاست وبالتلقيح وتجينا المغاربة تعمر داك الاستمارة الصحية يعني ما نجد دوا دي لها والتذكير فقط أنه مطار محمد الخامس بالرباط داك التاست الساري حيدوه في المطار نظرا أنه بثاف دي المسافرين يتقاطبوا على المطار وهذا كيف حيدو داك التاست ساري ولكن حاليا نرى أنه في أغلب المطارات هنا في المملكة المغربية يتأخذ بالزاف وشكاية للمواطنين المغاربة والجارية وما المواطنين المغاربة لذلك الآن للأسف أنه لا يوجد تقسيم فيما يتعلق بالسياح والجارية وأيضا سنضروا كذلك على الشروط أن نستور خيط ما أريد أن أرسل مازيقت يشتمينت واشنوضح كل شيء استعرفت حما نعمم أن نستور الفيكرة من زي المطار وعاروي وقع ذي الغضب يجب أن نستور خلق الغضب مطار وعاروي وقع ذي الغضب فيما يتعلق بالشروط يتسألون على المغادرة فيما يتعلق بالمغادرة سواء بيجيكا وولندا ألمانيا إسبانيا وفرنسا كذلك إيطاليا الذي لديه التلقيح الكامل هنا في المغرب يقدر يغادر يقدر يغادر فقط بالتلقيح بدون التست بيسيئة أما القادمين أي واحد عنده جرعة واحدة وما يقدرش دير جرعة ثانية سواء بالشهادة تبية يقدر يدخل عود أي واحد عنده جرعتين وما تسالتش المدة الصلاحية في البلد الإقامة دياله يقدر يدخل بها إضافة إلى التست بيسيئة بطبع الحال وأي واحد عنده جرعات وما يقدرش دير جرعة ثالثة يقدر يجيب معه الشهادة تبية تؤكد ذلك ويقدر يدخل البلاد بدون أي مشاكل هدوهم أهم الشروط من أجل الدخول والمغادرة أي إذا ما أريد أن نستور وذن يتسقسان على الشروط من خلال التواصل كيف ماذا يسمع يكين خبني نتحق المطار السواء أي واحد غاسي نتسين فتي وإذا ما بوضيك للجرعة الثانية غاسي شهادة تبية في المغرب وخا واحد على واحد أي واحد عوض غاسي نتسين فتي ووسموه ثنتشا ثنين سينف ذي الدولة نيديجة يقدر ديه في إضافة إلى التست بيسيئر بتبعة الحال وكذلك ثلاثا جرعات نواد يسبونها أما فيما يتعلق بالمدة من الميجة ثلاثين سينف يتسقسان لا يتسقسان بوضاتك ديوماين ترتيام عبعيما تذف ويجيبوا تراجي ثنين سيمانات جنون الجرعة الثانية فأنا الجرعة ثنين سيمانات تتعلق فقط الأمر بالجرعة الثانية ثنين سينات ثلاثين سيمانات ثلاثين سينات ثلاثين سينات ثلاثين ثلاثين يجب أن نتطور الاستمارة الخاصة بكوفيد 19 لا تتحدث عن السنة وعندما يترك الموظفين يترقب أن يخزان الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا يجب أن يترك المطار يترك الموظفين يجب أن يخزان الفحوصات الطبية يجب أن يخزان يجب أن يترك المطار يجب أن يترك المطار الآن تتساءل الملاعب الملاعب ليس ضريم عمان الملاعب لأنه قومة الخزان عوض هذا هو عمان هذا الان يتباعد، هذا الأمر و هذا الحصول ولكن فيما يتعلق بشروط الجالية تعتبر قاسية وقاسية جدا كيف يكمر العالم لا يستطيع أن نعرف بشروطها وإية جميع أن يكون يتم عمل انظم لديهم وإلى قيمة لكن لكن ما نحن على هذا النوع من حيث العمل عن الاثنين رأيك ومن الحيث سوف يعمل ومع الطاقة الأولى لا نستخدم أي جهاز بنتاج لما يجب أن تلقيه من هذا النوع ولكن أعطي المسؤول عنها تنسى الآن والأخير غير قليلا في مكاننا لكن لأنني تتف ingrediensم المواقع لم أصبحت الجهاز وإستخدام المصدر ونحن الأن يتأخذ الطاقة وعصبا وانه أخص دمي لأن المناثد الذي يستخدم برسالة تحميل مرة من الأسبوع لأنه يومي المناثد من الفائل لأن المناثد من المجدوم لأن المناثد من المطار اتدري الجفوات يمر من النقطة أيضا الاستمار الصحي الإنسان الخاص بها واستعامل العربية واستعاملها واستعاملها فإن يتم عمّ يتعامل ألاهم وانهم ينتبه ويكفي معاناة فمنذ بداية الجائحة المعاناة الأكثر تبقى للجالية بما يتبهون كورونا ويتعانون نستغل بكل صراحة الحمد لله على سوقات المطاريني نشيقنا كشعب كما تصحيح أن تكون مكتوبة وكما تكون مكتوبة العالمي صحيح أن يكون مكتوبة وعندما أجب أن يكون مكتوبة الحمد لله العالمي يكون مكتوبة وعندما يكون مكتوبة والجالية للعالمية يكمر يجب أن تحصل معاناة وكما تحصل معاناة الجالية المغربية ومعاناة الدول المغنية والله هو مقارنة ومنذ بداية الجائحة حين ان تصدق الشروط والقاسية تجعل تحضر الانتظام وضع 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 أوروبا يجب أن تحصل على 75.000 فرنج وإضافة إلى الأثمينة الخيالية في بعض الأحيان فيما يتعلق بشركات الطيران تحصل على الأثمينة يجب أن تحصل على أثمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة